اشتركوا في القناة بنت قابلت الشاب اللي قالت فيه كل العلامات اللي تخليني أبقى أسعد واحدة في الدنيا أول ما بيرتبطوا ببعض سواء راجل سواء ست بس خليني قول نتكلم على ستات عشان أنا ست اتعلقت بي حبيته قالت لك ده بيعملني كويس جدا ده كان طاير بي ده في بداية العلاقة كان بيعبر الأنهار وبيتسلك الأشجار عشان يوصلي وعشان أكلمه وعشان أنزل قابله يعني بصراحة الشباب بيعملوا مجهوده الرجالة في البداية في البدايات بيرفكت طب إيه اللي حصل يا بنتي بعد كده فجأة تلاقي زواهر وعلامات الاستغلال العاطفي ليه راجل يرتبط بواحدة على هدف أهو ده السؤال اللي يجنيني وأن النهار ده هنتكلم فيه يعني لما تكون انت مثلا متارجت الهدف المصلحة ألوكوا على حاجة الاستغلال العاطفي ممكن كمان خليه الأول في المصالح ممكن تبقى الست زو مركز عالي يبقى هو عايز مثلا يشتغل في الشركة الفلانية فهي الوحيدة اللي ممكن توصله للشركة فيرتبط بيها ويوهمها بالحب والخيال كله عشان يوصل للشغلانة للوظيفة بعد ما يوصل للوظيفة الست مش موجودة واحد تاني ممكن يكون هدفه الفلوس والمادة والله لا دي عندها شقتها وعندها عربيتها وهقعد في بيتها وفلوسها حلوة طب ما أنا أقف على كتفها على بال ما مر كده ويبقى مستوية كويس والدنيا تبقى لطيفة طب ما الست عامات اللي عليها وقفت جنبك ودعمتك وكانت سابورت ليك نفسيا وماديا وكل حاجة فجأة تلاقي الست دي بعد سنين من العمر ده أول ما بقى معا فلوس وأول ما يا ربنا اداله رماني في الشارع ومعبرنيش أو اتطلقنا أو عرف واحدة غيري أو اتجوز علي في الآخر بتحس إن هي مستغلة ماديا ونفسيا ومعنويا راجل تاني خلاص مش بس الفلوس والوظيفة ممكن يكون هو خارج من علاقة مجروح فيها خارج من علاقة هو مستهلك تماما وعايز بقى اللي تغزيه تغزي مشاعره تخليه حيوي تاني تخليه يضحك تاني تخليه بيحب الحياة أكتر فيتعرف على الست دي فيحس معه بالأمان والحب والمشاعر فيتغز عليها أول ما يقف على رجله من أول وجديد الست دي ملهاش لازمة دي بس أعرف المستغل ده اللي بيستغل الناس عاطفيا وماديا بتبقى دماغك فين إن ده قلبه بيموت بعد كده يعمل إيه بعد كده يعني الست اللي قلبها مات ده وتجرح ومات هتفضل كم سنة عشان تتعافى منك وانت خلاص عادي يقول تروحوا في من ربنا المهم تعالوا نشوف دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أنها مع الدكتور واقل خفاجة استشارة طب النفسي عشان نعرف منه أكتر السمات النفسية للشخصيات الشخصية دي شكلها إيه اللي هو بيستغل غيرها عاطفيا وإزاي أعرف إن أنا في علاقة في حد فيها بيستغلني عاطفيا أو مديا وهل الشخص المستغل عاطفيا ده ينفع يتعالج أو تقويمه يعني ولا هو متربي كده ولا هو مخلوق كده ولا داعي فيه جينات ورصية ما يعرفش نعالجه يعني ينفع يتعالج ولا ما يتعالجش ولا نعمل مع إيه تعالوا نشوف أعطفيا ببساطة إن فيه شخص بيستغل الشخص ويستخدمه عشان ياخد منه غرض معين عايز يوصله طبعا هو بيبقى فكرته إن هو بيعمل كده عن طريق المشاعر فكرة المشاعر دي ممكن تبقى عجاب ممكن تبقى حب وممكن تبقى صداقة بغض النظر هو الشكل العلاقه إن هو بيضغق بيستخدمه كنوع من المشاعر أو حتى ممكن يخوصل الشخص إن هو عنده شعور بالزمن عشان يوصل الشخص للنتيجة إن هو عايز في بعض الناس بيبقى عدفيني إن الاستغلال ده هيبقى من آخر مزمن شوية هياخد وقت مع طويل فده بيبقى عطول بيشده بيرخي عطول بيحسسه إن هو قريب بس مش قريب بالفكرة ده مش بيستريح فهو بيتفاعل مع الناس بهذه الطريقة سعب بيتدخل بقوة سعب بيستخدم أسلوب معين مع كل شخص حسب شخصيته عشان يوصل لهو عايزه أول حاجة إن الشخص ده إن هو لما بيحاول الشخص ده يطلب منه مساعدات أو استغلال بشكل بيحس إن هو متضايق إن هو مش سعيد في سعب بيحس إن بيجي على نفسه يحس إن هو بالضرر لما بعد كده بي لما الشخص اللي هو مستغل بيأخذ مصلحته من آخر يبتدي الشخص اللي هو وقع عليه الضرر يدور عليه الإختفى مش موجود على طول اعتذارات ما فيش أي نوع من الالتزام الإحساس بالمسؤولية بالالتزام ما بتلزمش بكلامه فوقر سعب إن هو يهجمه سعب بيبقى رد عليه الشديد شوية سعب بيبقى إن هو بيبقى معي سعب بيصدمه بفكرة مين قال لك إحنا صحاب أو مين قال لك إحنا في بنا حاجة أو يتشايلوا الغلط ويقولوا أنت لغلطات فكرة تقول لها إن أنا في الآخر إن في بعض الأشخاص بيعز مصلحة معينة ويبي يمشي كل البني قدمين عندهم سمات شخصية بلا استثناء مغد نظر هي نوعية بس ساعات بيبقى في بعض الناس اللي عندهم سمات أكتر من الشخصات النرجزة أو الشخصات الساكروفاتية هم اللي عندهم القدرة أكتر في ممكن بعض الناس يستغلوها بلا وعي يعني فكرة الناس دي بتحبيني فأنا عايز يعني أحب هم مش يقولي لا مش عامل إيه بيبقى زي مو بيسموه عشان بس مش يعني هل أي حد موك يبقى عادي يا من حال كده آه نسبة بسيطة بس إمتى نقول إن ده استغلال لما يبقى الشخص الواقع عليه الاستغلال هو مضرور بتاعات الأشخاص اللي بتستغل الناس دي بتاخدهم زي مقول في البيئة بتاعته أو المكان بتاعه عشان يرى في سيطرة عايزة يقوله تعالي لي مكتبه تعالي لي مثلا المكان الفلاني فيحطه في المكان اللي هو مش بسرح فيه عشان يرى في حط شروطه عليه إن هو يرى يتحكي فيه يوصل لهو عايزه يعني الفجرة كلها ما انت ممكن حد إنتي تطلبي مني أو حد يطلب مني عشان خاطر الزمانة خاطر يعيش في الملحة أو أي حاجة فحدي يوصل لهو عايزه بس لما أوصل للشخص إنه بضغط عليه نفسيا حاسي إنه هو مش مستريح ممكن أوصل في مرحلة أتنمر عليه أو أضغط عليه أو أحطه في موقف صعب وممكن تأذيه المجرد إنه أوصل لمصلحتي هو هنتيج ترقع المشكلة مرض هو مقدرش أقول لها عندي مرض اللي دي سمات شخصية فكلنا عندها سمات شخصية ممكن يتعدل لو هو عايز يتعدل أو لو الناس اللي حاوليه يشتكت لأن فيه مشكلة بسيطة في بعض الناس بتتأذي أو بتأخد الأذى ومتعرفش تطلع فهو أكتر حد أنا مهتمي بيه أكتر والشخص اللي وقع للضرار المشكلة غريباً بيدخل في مراهل لحاجات من الألأ والاكتئاب صعب يحس إن الدنيا مش أمان تعمل إنه بيوصل في مرحلة اللي هو شخصيته مش متماسكة كفاية ممكن توصل لحاجات إنه هو ينتحر أو يؤذي نفسه سعاب حسب قدرة الشخص وتحمله النساعات الاستغلالات بتبقى أكبر كثير من ممكن مصلحة نحن جاءنا بكلمة على شخص مثلا زي الشخص النرجيسي الشخص النرجيسي دي أصلا بيبقى نظرته موضوع إنه إنه هو أسكر للناس بفهم أحسن للناس بيبقى عايز يوصل لأحسن حاجة هو شايف إنه هو عنده قدرات أعلى فساعات القدرات دي بتخليه إنه ما عنديش مشكلة إنه سيّر أي حاجة قدامي لمجرد أوصل لهدف اللي أنا عايزه أهم محتاج إن الشخص اللي هو دم استغلاله يفهمه إنه إنت أهم حد في الدنيا يفهمه إنه إنت أهم حاجة ما تجيش على نفسك أهم حد في الدنياتك هو إنت يقول أنت أحسن ورادي سعيد مش عيب لما أنا بدخل في علاقة وحس إنه في استغلال بعد فترة حتى لو قدت أنا زاكي وشاطر بس ممكن اكتشف إن شخص دم يستغل منه فمش عيب نقول كفاية، مش عيب إن أنا وقف، مش عيب إن أنا أبدأ أخذ موقف مش عيب إن لغاقة اضطررت لأنني أبنيها لأن كل ده في الآخر بيأخذ مني ومنطقتي ومن مشاعري لازم إن شخص يفهم حاجة ذا كده في كده إحنا نفهمه إن ده مش غلطك وده مش ذنبك وإنت وقعت ضحية أو وقعت بتاعت استغلال شخص معين يبتد نفهم الشخص إيه الحاجات الغلط اللي هو عملها أو اللي هو مفهمهاش عشان يقع تحت الضغط يبتد نعلمه او الحاجات اللي هي بيأخذ باله منها لو تعرض للمستقبل إن هو الشخص زي كده إزاي يأخذ باله إن الشخص ده فعلا بيستغل أو الشخص ده ممكن يأذين كل ده عشان خطر إن حاولي يحمي نفسه إن هو في المستقبل محصلوش حاجة زي كده خلونا رحب دفتنا الموجودة معنا في الستوديو الأستاذ الكاتبة عزة سلطان إزايك يا أستاذ عزة؟ طب آخر مقال كتبتي في الاستغلال العاطفي والأشهر أشهر واحد هي الفكرة أنا مهتمة بتشريح العلاقات لأنه ده له تأثير كبير على حياتنا بشكل عام طب يعني كل العلاقات اللي إحنا يعني إحنا مش بنشوف علاقاتنا بشكل كويس عندنا ارتباك الارتباك ده تأثيراته بتبين يعني مش واحد يعني لو في علاقة بازت حياة البنية ده ممكن تبوز تتوقف شوي إنتاجه يقل فالعلاقات دي مهمة جدا إحنا نفهمها علشان نقدر نتقدم في حياتنا بشكل صحيح إحنا أنت بتقوليها بشكل بسيط ده العلاقات لما بتبوز الناس بتعيها أنا بشوف ستات عيت بشوف ستات جالها السرطان بسبب حالتها النفسية بشوف ناس خسوا 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 جالهم اكتئاب حياة بشوف ناس بتنتحر بشوف ناس أنت بتقولي بيقل كفاقته بشوف ناس ما بتشتغلش خالص فقد إيه العلاقات دي يعني دي أهم حاجة في حياتنا بس إحنا عندنا مشكلة وعندنا ارتباط شديد جدا في فهمنا للعلاقات وهم شكلين مسبتينهم وعايزين نمشي عليهم على الرغم أن المتغيرات اللي بتحصل في حياتنا تخلينا لازم كل شوية يعني كل شوية بأوقات قريبة نقعد نبص على العلاقات ونبص على شكلها ونبص على التغيرات اللي بتحصل علينا وعلى ثقافتنا وعلى طريقتنا في تعامل مع الحياة وبالتالي لازم نغير طريقتنا كل شوية ده أنا مش بقولي إحنا ما بنحبش لأ فهو الحب نفسه بياخد أشكال كتيرة وإحنا يعني إحنا بنتكلم عن الاستغلال العاطفي إزاي بقى أنه الإنسان هو نفسه اللي بيحول نفسه أنه الآخر يستغله طب قبل ما نحول نفسه اللي هو اللي بيحول نفسه أن الآخر يستغله ده اللي هو الضحية يعني مين بقى الضحايا يعني بيبقى شكلهم إيه اللي هما الضحايا للمستغل اللي هو أنا اللي هما الضحايا المثاليين اللي هو أنا هو جاهزة هو تعال استغلني العطاء المفرط فيش يعني دايما كل حاجة لها حدود يبقى رقم واحد الناس اللي بتدي قوي العطاء اللي بالزيادة تاني حاجة المسافات القريبة بشدة يعني اين مسافات القريبة بشدة القرب القرب الشديد يعمي يعني أنا لو قريبة من إنسان بشكل قوي بشكل قريب جدا مش هشوفه مش هشوف مشاكله مش هشوف عيوبه مش هشوف أخطأه في حقي وبالتالي القرب الشديد ده بيخلينا نتجاوز عن حاجات مهمة لازم نقف عندها وهذا التجاوز بيخلي الآخر يتمادة احنا بنفوق بعد ما نلبس اه يعني بس انت بتقوليه للقرب الشديد يعني مثلا لو بتكلم على جوزي طب ما انا هتقولي النهار والليل قعدة قدامه ومعاه لا مش القرب الشديد بمعنى انه الناس بتلغي مساحتها الشخصية ما بتشوفش حد غير شركها ده ده خطأ أغلب العلاقات بتقع فيه فتيجي البنت ترتبط فتروح جاين فضيها حياتها من صاحباتها عشان هم هيغيروا وهينفسنوا وهو في الأول شوية من ضمن العلامات للراجل اللي بيستغل ده ان هو بيقطع علاقاتك بكل اللي حواليك عشان تبقي فريسة تبقي سهلة والست بتعمل كده بس هو الراجل الراجل اكتر يعني الراجل بيعرف يفلت من ده عشان مجتمعه والأحوى يعني عندهم شوية تفاصيل لكن الست بتجري بسرعة أنا ما عنديش سبتات تقعد على كافهات ما عنديه ستة بتخرج مع صحابها يعني نعصد أيوة ما هي الستة اللي بتقدم التنازلات ده هي بتبقي الفريسة الأولي هي بالمناسبة هي مشاركة في كونها فريسة يعني أنا دلوقتي لو في بنته لو اتنين بيرتبطوا وقال لها أنا مش عايزك تعرفي فلانة ليه؟ لا هي ما بتنهيش شيء وبعدين يعني الستات المستعدة في إطار العلاقة العاطفية إنها تضحي بالعالم كله من أجل الحبيب تمام حلو زي الفولي مش كلنا بنعمل كده يا عزي يعني في الغالب مش كلنا بنعمل كده يا جماعة في الغالب كلنا بنعمل كده أنا أول ما بحب بقى الدنيا كلها وده بعمل أخطاء دي أخطاء يعني إحنا ليه الناس بتتوجه قوي؟ وليه بتبقى فيه كوارث بعد كده؟ لأنه تضحي بكل شيء عشان شخص واحد من غير موازنة يعني أنا ما بقولش ما تحبش وما بقولش ما تقربش قوي وكل الحاجات اللطيفة دي بتاع البدايات وبعد البدايات بتخلص خلينا بس يعني إيه؟ لكن هي بتفل على نفسها إحنا عايزين بس إن نبقى إيه جوه؟ قالب مواصفات الضحية عشان نبقى عارفين الضحايا نبقى عارفين نفسنا كلنا ضحايا اللي بقى عارفين نفسنا كده وإيه وشايفين قدام المراية مواصفات الضحية اللي هو أنا ببقى سهلا ويجي يستغليني رقم واحد بصي عزي أنا عايزة كتدي هالي كده رقم واحد العطاء الزياد فكده يستغليني عشان أنا بدي بزياد رقم اتنين ما فيه إن عدم المساحة الشخصية إن أنا ما عنديش مساحة لنفسي فأعدال وهو فإعمل ما بدالك مش بس كده يعني بالمناسبة ده تأثير وسيء على الالترافين لأنها بتفضله بقى مراش حاجة غيره فبيتخانق منها في الآخر طبعا وبيسيبها بس مش عايزين نروح للحطة دي إحنا لسه في الضحايا شكل الضحية إيه ثانية هااااااا التنازلات المفرطة ثانية تنازلات فعلا يعني لما بتحب بتتنازل عن حاجات كتير ممكن تتنازل عن إن هو يصرف عليها ممكن تتنازل إن هي بقليها بيت محترم وبتاع إولها تب إيجار تب شوية بتحبوا بتتنازل ممكن تتنازل عن إن حتى ساعة أنا بشوف ستات راكب عربيتها هورايح بي على الشغل واصحابه وهي نازلة تاخد تكسي فاللي هو بش شي حين يحريعكه فبتتنازل بتتنازل بتتنازل فده اللي بيخليها ضحية أكتر للمستغل هي بس يعني أنا عندي دايما مقولة كده أنه أي علاقة بتوصل لنتيجة الطرفين مسؤولين عن النتيجة يعني الاستغلال مش بالضرورة أنه المستغل يكون رجل والمستغلة تكون ست لا ما ممكن فيه رجل بيلا ضحية بالزبط بنشوف كثير رجال أنا لسه من حلقتين رجل بيتصل بيه وبيبكي أنه هو ضحية أن أنا حبيت سنين وسنين وديت وجبت وعملت فيعني لا الستات أو رجالة بيبوضحها بالزبط كده فأي نتيجة بنوصل لها دي مسؤولية الطرفين هي بقت نازلت فهو استغلها في ده منطق على فكرة ده طبيعي يعني هي مسؤولة برد طبعا يعني هو دلوقتي لما تفتحي كل بيتك ويجي يدخل حرامي يسرقك هنقول إن هو الغلطان هو أنت فتحة كل حاجة سايب كل حاجة بلا رقابة بلا أمان وبالتالي تيجي تعاليتي بعد كده أنك تسرقتي لا مش منطقي يعني فهي يعني الشخص اللي هو عنده استعداد ومؤهل إنه يستغل ما ده جزء منه نفسي إنه إحنا بنبقى مؤهلين إنه إحنا نستغل تحت شعرات كبيرة بقى إنه ده الحب هو بيغير علي أصلاح بيغير أصلاح هو مهتم أصفه لنا دي وبعدين فيه مداخل صحبك عكسني فيقطع صحبه وإن كانت شوية العلاقات بين الرجالة مختلفة عن العلاقات بين الستات إنما ده مدخل من المداخل إنه يقطع علاقاته بصحابه أو يقطع علاقاتها بصحابها فجأة بيبقوا مفردين ففي الوقت الكتير اللي الطرف بيمنحه للتاني ده ده بيخليه خلاص هو منعته بتضعف مقاومته بتقل طيب إحنا اتكلمنا على الست اللي بتستغل هنروح بعد الفاصل هنتكلم على الراجل الضحية الراجل اللي الست بتستغله مواصفات الراجل الضحية ده إيه وإزاي الست بتعرف تدخله عشان تستغله وتخليه ضحية خليكم معنا الشخص المسترله عاطفياً لازم ما ننسقش وراء عواطفه ولا وراء مشاعره وننتبه له ونديله بالقدر اللي يقدر إنه هو يتعامل بالندية ويتعامل بنوع من أنواع العطاء والأخذ مش مجرد أخذه بس لأن كل حاجة في الدنيا أخذ وعطاء فلازم لما تديله حنية أخذ تأدير أديله قرب أخذ عرفان وهكذا أما مسألة الاستغلال العاطفي أو الابتزاز العاطفي أو زي ما بنقولها الحرمان العاطفي ده بيرتبط بمدى احتياج الطرف الأخر وعشان كده بيحصل ساعات يبقى حد تارج خرج من أزمة أو من صدمة على طول يجي طرف أخر خبيث شوية يستغل للحتة دي ويبتدي يبتزه عاطفين استغلال العاطفي زي وزي أي استغلال إن أنا أشوف إن اللي قدامي عنده إمكانيات معينة وأنا أحاول استنزف هذه الإمكانيات وأحاول إن أنا أستغلها بكل الطرق ففي الحالة الاستغلال العاطفي نوع من أنواع ساعات الاحتياج الشديد وعدم فهم الشخص اللي بيستغل عاطفيا ده بيبقى محتاج قوي كل شوية لتأكيد المشاعر تجاهه وبيبقى عنده نوع من أنواع العطش العاطفي لحاجات كثير وبيلاقي إن في أطراف أخرى ممكن تغضق عليه بالعواطف وممكن تتزيله بلا مقابل فبيبتدي هنا يعمل نوع من أنواع الاستغلال العاطفي وده مختلف عن الإشباع العاطفي الإشباع العاطفي إن إنسان بيكون عنده إحتياج لعواطف معينة سواء من الحب أو الحماية أو الأمان أو الاستقرار وبيحاول إن هو يبحث عن الشخص أو المكان اللي ممكن يدينه ده وبيحقق له نوع من أنواع الإشباع العاطفي أما عملية الاستغلال فهو شخص بيبتدي يلعب على مشاعر الآخرين ويستغلهم ويراوخ في كافية استغلال المشاعر ودايماً بيكون عنده منطق إن هو إزاي ياخد مش إزاي يديه مظاهرة إن أنا بيستغل لنوقة الضعف اللي عند الآخرين سواء كان الآخرين دي أم أو زوج أو حبيب أو أي شخص مهما كان أول ما حس إن أنا قادرة أستدر عطفه وقدرة إن أنا أستغل مشاعر وقدرة إن أنا أستغل عواطفه وأعمل على هذا الاستغلال فده نوع من أنواع الاستغلال العاطفي ودايماً كلنا لما بنبقى خارجين من أزمة أو صدمة أو إخفاق أو فشل بيبقى عندنا نوع من أنواع الوجع العاطفي اللي ممكن في ناس تقدر إن هي تعمل لنا إشباعات وتطمننا وتحاول إن هي تاخد بإدنا وتنقلنا للحاجة النورمال وفي ناس مستغلين بيستغلوا دا وبيبتدوا ويطلبوا بيها طلبات كثيرة جداً وبياخدوا بيها مقابل كبير هو في الحقيقة مدر بكل الأطراف يمكن أكترهم اللي بيحاول إن هو يستغل عاطفياً لأنه بعد شوية ما بيلاقيش حد يتجاوب معه عاطفياً فبيتحول من قدرة على الاستغلال العاطفي إلى نوع من أنواع العطش العاطفي اللي ما بيعرفش يلبيه من أي حد لأن أغلب المقربين منه بيبتدوا يبعدوا عنه وبيبتدوا ما يحقق إلوش الرضا حتى العاطفي كمان مدر على الشخص اللي بيدي لأن بعد شوية بيحصلوا نوع من أنواع الاستضمة فده بيخلينه هو مش قادر يدي عاطفه حتى لحد يستحقها فبيبتد يبقى حريص جداً في الإعطاء العواطف أو المشاعر أو الحنية فيقذي نفسه لأنه مش قادر يستمتع بمتعة العطاء وفي نفس الوقت بيقذي الآخرين لأنه مش قادر يستفيد منه لأ الحب الإيجابي إن أنا علم اللي قدامي إنه لازم يدي فقق شوية أنا أبقى أكثر قدرة على إخفاء هذا العطاء الحاجة الثانية هل هذا مدمر؟ لا مش مدمر بالعكس ساعد بيبقى علاج ساعد بيبقى علاج للطرف اللي قدامي عشان ينتبه وعشان يبتدي هو كمان ياخد ويدي فهنا التوازن في العلاقات الإنسانية هو أساس العلاقات الإنسانية النجحة فهنا ساعد بفرمل اللي قدامي إيه عشان يعمل توازن عشان الطرف الآخر يشعر إنه هو بياخد حاجة لأن التعود على الأخذ بيخلي الإنسان مش فارق مع إنه هو بياخد ولا ما بياخدش لغاية لما ينتبه إنه الستيل ده وقف يبتدي يدور عليه بحبك كلمة سمعناها كثيراً في الحياة وفي الأعمال الفنية ولكن عادةً لا يكون الهدف من ورائها بريء أحياناً يكتب المؤلفون كلمات الحب لتعبر في سياق الدراما عن الابتزاز العاطفي فعلى مر السنوات عالجت السينما في أفلامها ظاهرة الاستغلال العاطفي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة شاهدنا ذلك في فيلم زواء المدى عندما تعرضت بطلة الفيلم شدية للتلاعب بمشاعرها على يد يوسف شعبان الذي أوهمها بالحب وقام بجرها إلى حياة جديدة أنستها الزواء وأهله وعيشنا نفس هذه المعاناة مع شدية لكن هذه المرة في فيلم نحن لا نزرع الشوك حيث أوهمها صلاح قبيل بالحب وذلك طمعاً في أموالها ده أنا قد أمي حت الدين مطبعة وفست لقطعة تطبع ست اللواء مراحتة ما كان إيه غول أهدي تأكل سوقك طب ما تشتريها؟ وأجيب فلوس منين بس يا سيدة ما أخذ بالربة وده معقول؟ أموال حجيب منين بس يا سيدة أنا أبيديك اللي أنت عايزه مش ممكن أنا حالف ما مسش فلوسي إيه الكلام اللي بتقوله ده يا عباس؟ هو أنا غريبة عنك ده أنا امرأة تكون معيالك ولا حلتنا حيفضل له ولا حناخده معانا؟ ها عايز كام؟ إذا كان ولا بد يبقى لازم أن أكتب لك حتة الأرض علشان تبقى هي ولا عليها ملكك يا سلام يا عباس هو فيه فرق بيني وبيني وغالبا ما يكون المال هو الهدف الأساسي من وراء الاستغلال العاطفي كما رأينا في فيلم لا تسألني من أنا من بطولة يسرى وفاروق الفيشاوي أنا عمر ما جريت وراء الفلوس لكان أهني بيفكروا بالطريقة دي فلازم نعذره أنت عافك أنه أغني يا أغني بس أنا موقفي بأسها بقوي خصوصا بعد ما سبت البيت إحنا لازم نتجوز وبسرعة أنا جاري جواب من الدكتور إبشينيف بيقولي أنه هو يقدر يجيب لي منحة من الجامعة هناك علشان أكمل الدكتورات بتاعتي ما حتكافر وتسدني؟ زيزي ما تفهميش غلط أنا هسفر أسبوع واحد أركب أمور هناك وأبدأ هتجوزك ونسفر على طريق بس أنت مقتنع باللي هتعمله ده ده الحل الوحيد علشان نبعد عن كل المشاكل ولم تغفل السينما إلساق فكرة الاستغلال العاطفي بالمرأة أحيانا كما حدث في فيلم السيد إشتا وزخرت الشاشة الصغيرة بالكثير من المسلسلات التي ناقشت أيضا لاستغلال العاطفي فقد عبر عنها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في رائعة الرايا البيضة من خلال شخصية الصحفية أمل صبور التي قامت بتجسيد شخصيتها النجمة سمية الألفي بالإضافة إلى مسلسلات أخرى مثل الحاوي والتوأم ولن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحج متولي وغيرها من المسلسلات الستات رجالة بيستغلوها بيخلوها ضحية عياته للوقت انهيارات مشاكل نفسية بنشوف ده طبيعي لكن الراجل بقى اللي يشتكي ويقول أنا الضحية أنا راجل استغليت فعايزين نعرف برضو إيه شكل الرجالة مواصفات الضحية ده إزاي الست بتعرف تدخله وبتستغله سواء بتستغل فلوسه أو بتستغل منصبه أو بتستغل إنها تبعيش حياة إحنا بشوف ساعات ستات هي بتعيش يعني حياة وأهلها يعني يعني عارفة بيعمل لها أبجريد لمستوها هي وعائلتها كلها يعني بس مبدئيا مش كل الأبجريد اللي بيحصل لطرف لأنه لازم يكون استغلال قد يكون ده معمول من الطرف اللي عنده بمحبة ورضة هي الفكرة بقى في استغلال الراجل لأنه ده كمان بنات كتير شايفة أنه الزكاء والشطارة أنها تتحكي عليه وبيتم تمرير ده في نصايح في السوشيال ميديا في مقالات أنه الست لازم تبقى وعية وشطرة وأنها تستخدم أنستها في أنها تحصل على أهدافها أنا مختلفة مع النقطة دي بس خلينا نتكلم إزاي توصل لأنها تستغل الراجل في طريقتين الطريقة الأولى أنها تفخم جدا في آليات الزكورة عنده أنه هو الراجل ركزوا معي يا ستات طريقة استغلال الراجل طبعا إحنا بنرفضها بس إحنا بنشرحها خليكم معي يركزوا إيه بقى نعمل لهم إيه بقى وليلي بقى في طريقتين في طريقة أنها بتفخيم الرجل ودعم فكرة الكرم وأن هي ملهج غيره وده بقى ده توجه موجود عند بنات كتير صغير يعني أجيال صغيرة وهو اللي ليها وأنا لا معرفش أعمل حاجة من غيرك ألا إيه بيقول لي دي ما بتعرفش تنزل الشارع هاتوه أيوة بينزل جيدة اللي بتطوه دي عندها 30 سنة أقوله الطوه إزاي ويقول لي آه ما بتعرفش تعمل حاجة من نفسها خاصة حتى ودخل سوبر ماركت ما بتعرفش تشتري الحاجات قلت زكية ونصحة الستة دي زكية ونصحة أيوة متلقيقة دي ومصدق على فكرة أيوة هي خلاص هي ما بتعرفش حاجة من غيره جزء من المسألة فهذا بيرضي غرور الراجل فبيرضي غروره فبيرتبط بالستة أكتر وبيخليه طبعا طول الوقت بيقدم كل حاجة اللي هو أنا لو هي المشكلة تابع البرومبو المشكلة في الاستغلال المشكلة الحقيقية أنه بيبع فيه طرف بيفكر وبيخطط في العلاقة لكن الطرف الثاني بيكون بيتعامل بمشاعره علشان كده بتيجي من هنا فكرة أنه الاستغلال أمر سيء لأنه فيه مقارنة غير صحيحة فيه حد بيفكر ويخطط وحد بتحرك فيه حرب مش نظيفة فيه حرب مش نزيهة يعني مش معقولة بقى بدخلة بخطط وبعمل ما إحنا لو بنخطط زي بعض يبقى إحنا كده فيه معادلة زي زمان يقولك أنا دلوقتي فيه حرب شغالة أنا بضرب بالدبابات وسواريخ واحد تاني واقف بيدرب بسكينة مش هينفع ودخل يحارب بقلبه مثلا معه برضو مش هينفع لازم يبقى فيه بدرات يعني أنا ممكن أتفهم واقبل التخطيط في إطار مثلا واحد بيحب واحدة فبيخطط عشان يوصل له واحدة بتحب واحد فبتخطط إنها تتواجد في الأماكن اللي هو موجود فيها تتعرف على أصحابه عشان توصله في ده منطقي وتقدري تفهميه وتمرريه لكن في الاستغلال لأنه القرب هنا أو إظهار الضعف هو حالة من حالات إنه فخ طبعا عشان هو لازم وهو الأسد بقى اللي يسيطر ويصعب علي ويراعي ويدبر ويعمل طب يعني الضحية الراجل نرجع تاني عشان أنا ما تهش منك أول حاجة عشان أعرف أستغل الراجل ده فالراجل الضحية ده بيحب التفخيم قوي لأ فيه طريقتين إحنا قلنا طريقة التفخيم فيه طريقة تانية بقى فكرة حالة التهديد وضعه تحت ضغوط وتعنيفه وتقوى وطول الوقت نحسسه بالزنب وطول الوقت إنه بالتقصير وطول الوقت بنحطه في مقارنات عشان يثبت وبعدين بتابع فيه معادلات ديني ديني أمثلة أمثلة يعني مثلا أنا أقوله أنت بجبت ليش حاجة في عيد الميلادي ده أنا جالي وكذا وكذا أنت ما كنتش معايا لما أنا سفر أنا تعبت وانت ما كنتش جنبي طول الوقت فيه لوم 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 وبعدين يعني الست الزكية تبدلش تدوم على طول لازم شوية تقدم الحب وترفع من شأنه وانت هايل وانت جميل وانا ما بحبش غيرك وبعدين لوم 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 أنا محتاجة كذا وانت مش وقف جنبي أنا الحقني أنا وعربيتي عطلنا في الشارع فالحقني يبقى هو مسلا في حتة بعيدة جدا شاكلها فهيبقى هو تخلى عنها وتفضل تجمع في التفاصيل اللي هو معرفش يعملها وتبقى دي السلاح فيبقى طول الوقت هو بيحاول يردي يردي حاول يعني بالشكل ده فهو يا إما بتتهمه فهو طول الوقت بيدفع عن نفسه يا إما بتفخم فيه جدا وفيه بقى ستات أسكية بيجمعوا بين الطريقتين يا إلا بفخم فيه بزيادة فبيحبيني أولا إن أنا محسسانه سبع رجالة في بعض يا إلا طول الوقت هو مقصر فيفضل يأكل في نفسه عشان يعمل لي الحاجات اللي أنا عايزاها نروح للشارع نشوف رأي الناس إيه في الاستغلال العاطفي ونرجع تاني لضفتنا لا هو كان فيه واحد صاحبي حد استغاله عاطفيا وابتاعه واستفزه في فلوسه هو كان بيحب واحدة والكلام ده كله هي خدت فلوسه وخدت حاجته وتجوزه وحد غيره استغلال العاطفي مش بس بيكون من من قبل زي برتنر أو كده ممكن يكون من الأهل من الأصدقاء من أي حد هو مش دايريكت أوي معاكي في الهدف اللي هو عايز وما فيش جولز محددة معاكي في الفيدي اللي هو عمتا الحالات كلها بتتعرض على سيشال ميديا على صفحات دعم نفسي وصفحات المشاكل يعني وكده بس ما لحد قرأي مني ما أعطقتش كان خطبتي كان مامتها كانت مسيطرة عليها جامد قوي فكانت بتستغلني علشان أثبع فلوس كتير اللي أنا كنت مرتبط بيها كنت مرتبط بيها من علي سبع سنين مش حدد استغلال كان بيحبها جدا يعني وكتاعه كان هو يتقدم لها وكده وهي كان اللي هي كان الكلام إنه هو موافقة وقال لما ميتها عليه وكتاعه وموافقة جيبها عن كده بقى بتالي تطلب منه فلوس كل شوية وهم لسه أصلا مرتبطوش أو اتخاطبوا أو أي حاجة بيبقى مثلا حد بيستغل حب حد ليه بيحاول إنه هو يكسب منه على أكبر أكسب لحق أول نفسه وبعدين التاني بيتصدم يحدد الشخص اللي قدام منه مش يديله كل حاجة لأن فيه ناس بتاخد أكتر من مساحتها فبتاخد أكتر من وضعها والله على حسب الهدف يعني الهدف هو بيخلي أي حد ممكن يعمل كده ممكن يكون أصلا شخص مش مستغل عطفيا أصلا بس هو الهدف بتاعه خليه ممكن يعمل أي حاجة عشان يكون كده لا هو المفروض إنه هو يبعد يعني المفروض إنه يشوف إنه فيه استغلال حاجة زي كده يبعد دي نفعاش تعامل دي يبقى من يبقى ومن ربنا هي مرجيتش بحاجة زي كده واستغلتني لحد ما صرفت كل فلوسي عليها وفي الآخر رأيت لحد غيري ملاهاش تعامل والله الإنسان الأول يتصرف بالتصرفات اللي هي بالأصول الأول وبعد كده بيبدأ إنه يجينا أي علاقة يستغله هو يبادله كما تدينت ودان يعني يشتغل معه وهيك ما يعرفه ويصير هو يستغله لمصلحته يعني هو أصلا حل في مدارة التجاهل اللي هو أنت مثلا تستغلتيني عشان أبحبه وكده لأ أنا هتجهلك وبطل أحبك أحسن وقف علاقتك بيه وربنا هيخد لك حقك منه هي السطر اللي بتستغل وفيه رجالة أنا شايفة بنسبك بيها من الرجالة معنا الكزا حد كده بس يعني هم اللي بيستغلونا عطفيا أيا شايف برضو اللي بيستغله عطفيا أكتر الرجال أنا شايفة الرجالة بتستغله عطفيا أكتر بصراحة من جر مبالغة هو السطات السطات دايما السط بتفكر أنه أنا بدي عيش مثل رفيقتي وجارتي وخالتي والغيرة فهي الغيرة مش موجودة عند الرجال يعني رجال قليل ما يغاروا من بعضهم بس السطات بيغاروا من بعضهم تعريبا أن العموم كان عطاقت نسبة 50% لـ 50% سواء من الرجالة أو من السطات اللي هو عمتني مش هتفرق راجل أو ست على حسب التربية أيا كان نوع الاستغلال مش متعلق بجنس سواء راجل أو ست هو دائما متعلق بالتركيبة والناشئة بتاعت الإنسان داي خلينا بقى في نهاية الحلقة سؤال مهم جدا كل الناس بتسألوا دلوقتي سواء راجل أو ست إزاي أحمي نفسي من الاستغلال العاطفي هل دا ينفع؟ هل أنا بعمل حاجات أخلي اللي جاي يستغلني دا ما يقربش؟ مهمة قوي قوي النقطة دي ركزوا معايا أحمي نفسي إزاي؟ راجل أو ست في ستات بس كنت عندي عدد من المقالات كده سميته المسافات الأمنة طول الوقت طول ما عندك مسافة فيه خط راجعة طول ما الناس وهي في علاقتها بتعمل مسافة بينها وبين الطرف التاني بينها وبين شركها فتعرف تشوف كويس وتعرف تتراجع يبقى فيه فكرة أنه أنت عندك خط راجعة القرب الشديد طول الوقت معنا طول ما احنا مصرين على حالات الالتصاق وإنه عشان أقول إن أنا بحب الطرف التاني ده بنت تقول إنها بتحب ولد أو الولد يقول إنه بيحب البنت فتبقى حالات الملاحقة والارتباط المفرط إنهم عارفين تاريخ بعض من أول ما بيصحوا الغت ما بيناموا دي دي أزمات ودي اللي بتعرضنا للاستغلال يعني البنت اللي بتعمل كده والولد اللي بيعمل كده هو بيحط نفسه قدام الطرف التاني إنه يستغله لو أنا بقدم لك نفسي على طبق من دهب اللي هو أعمل في اللي أنت عاوز أصلا يعني فيه علاقات بتبقى بدأ سوية ويتحول أحد طرفيها لاستغلال الآخر من قطر الأخطاء اللي احنا بنرتكبها العطاء والمفيش مسافة والحياة كلها وتقديم تقارير كل ده بيبوز العلاقة مش بيصلحها ده إحنا الموضوع ده عايز حلقات وحلقات وأنا بوعيدكم إننا إن شاء الله نعمل أكتر من حلقة على الاستغلال العاطفي بس لو استفدنا النهار ده حاجة في النهاية الحلقة نستفيد بالمسافات فن وضع المسافات فن إننا ما بقاش لزقف اللي بحب 24 ساعة إزاي أشغل دماغي مش عليه يعني مش أشغل دماغي عليه إن أنا أشتغله لكن أشغل دماغي على نفسي إننا بقى ماشية صح العلاقة تمشي متوازنة زي ما كنا دايما يسمع يقولك إيه اللي يقدر يتقدر هتقدرني أقدرك آه زمان أهلنا كانوا بيقولوا كده بس هما الصح لما لاقي تقدير أدي تقدير جرعات متبادلة يعني ما بقاش أنا مدلدقة كل حاجة وهو ما بدينيش حاجة ما بقاش هو طول النهار كالت إيه شربت إيه نمت إيه وهو ما بيسألش علي غير مرة واحدة في اليوم فالاستغلال العاطفي إحنا اللي بنقدم نفسنا ضحايا لهذا حرامي العواطف اللي أنا بسميه النصاب العاطفي مشاهدينا أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله ودايما بيكون معانا مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية بتهمنا وإن شاء الله تلاقوا معانا الحلول شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة